بعد مرور أسبوع كامل من فضة اعتصام الأساتدى المتعاقدين قرر هؤلاء تنظيم اعتصامات ولائية بداية من الغد على أن تستقبل مدينة بودواء مرة أخرى احتجاجاً وطنياً بعد غد الاثنين حراك الأساتدى المتعاقدين جاء بعد فشل مساعي لجنة الوسطة في إيجاد حل لقضيتهم مع الحكومة وكذلك بسبب تراجع النقابات عن شل القطاع من أجل الضغط على نوريا بنغبريد لتبقى الأمور تراوح مكانها ويجد المتعاقدون أنفسهم مرة أخرى ينظلون لوحدهم وفي سبقة هي الأولى من نوعها نقابات التربية تدير ظهرها علن لقضية المتعاقدين فيما تحاول نقابات أخرى إقناع الرأي العام والأسرة التربوية بأنها تساند القضية وتدافع عنها لكن حسب متتبع تبقى مجرد شعارات لأن مدة تمانية أيام كانت كافية لاتخاذ قرار الإضراب هذا وقد سجلت مصالح وزارة التربية الوطنية ما يقدر بحوالي 24 ألف أستاذ في مسابقة التوظيف فيما قرر أكثر من 2700 أستاذ مقاطعة المسابقة والاستقالة وإلى غاية اجتياز المسابقة تبقى بنغابريت مطالبة بتطبيق بعودها وباحتساب الخبرة المهنية ترجمة نانسي قنقر